وما جرى في العوالم العلوية أيضا حين نقول وأقمتم الصلاة ونحن نخاطب أهل البيت نخاطب الأئمة المعصومين نخاطب إمام زماننا فنقول له وأقمت الصلاة وأقمتم الصلاة ماذا تعني وأقمتم الصلاة أأخذ هذا على سبيل المثال وأقمتم الصلاة الصلاة في معنى وأقمتم الصلاة أولا أقمتم الصلاة بأدائكم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما أصلي هذه الصلاة التي صلاها النبي الأعظم وصلاها أهل البيت وقالوا لنا صلوا كما نصلي هذه الصلاة صلاة التبليغ صلاة الإرشاد صلاتهم في العالم الأرضي عبادتهم صلاتهم لله سبحانه وتعالى وهم قد أقاموها بكل حدودها بكل شرائطها بكل متعلقاتها صلاة المعصوم معصومة المعصوم كامل صلاته كاملة فهو قد أقام صلاة بكل معناها هذا أولاً وثانياً إقامة الصلاة إنما تتحقق بإقامة الدين الصلاة لا يمكن أن تقام إلا إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا نهت عن الفحشاء والمنكر فإنها أمرت بالمعروف ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما وجهان لعملة واحدة لعبادة واحدة الصلاة لا يمكن أن تقام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما المعروف والمنكر إلا مسألة الولاية والبراءة المعروف ولاية علي والمنكر هو ولاية أعدائه النهي عن المنكر هو النهي عن موالاة أعدائه والأمر بالمعروف هو الأمر بموالاة علي والدين لا يقوم إلا بهذه المعاني الدين لا يقوم إن كان على المستوى الشخصي والفردي أو إن كان على المستوى المجتمعي على مستوى الأمة وإن كان على مستوى الحكومة أو الدولة كذلك لا يتحقق المعنى السليم والصحيح في فهم أهل البيت للحكومة وللدولة من دون تحقيق معنى الولاية والبراءة الحاكم حاكم المسلمين لا يمكن أن يكون مقيما للصلاة ما لم يتحقق في حكمه معنى الولاية والبراءة وعالم المسلمين لا يمكن أن يكون مقيما للصلاة ما لم تتحقق الولاية والبراءة في علمه وفي عقيدته وفي عمله وفي تطبيقه لعلمه في الواقع العملي وهكذا كل شخص بحسب مسؤوليته كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعيته هناك ولاية ومسؤولية عند كل مؤمن وفي دائرة مسؤوليته وولايته لا بد أن يتحقق معنى الولاية والبراءة وهذا هو الدين وهل الدين إلا الولاية والبراءة وهل الدين إلا الحب والبغض هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حين سأل أصحابه عن أوثق عرى الإيمان ما أوثق عرى الإيمان بعضهم قال الجهات بعضهم قال الصلاة بعضهم قال الصيام بعضهم قال الحج والنبي صلى الله عليه وآله يجيبهم بالنفي قالوا ما أوثق عرى الإيمان يا رسول الله قال الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الولاية والبراء ولا يمكن أن تقام الصلاة من دون الولاية والبراء ولذلك إمامنا الباقر الصادق يقول أن الناصبي صلى أم زنى الأمر سواء بالنسبة له لأن صلاته لا تقيم ولاية ولا تقيم براءة لأن حقيقة الصلاة حينما نقول أن هذا الشخص يقيم الصلاة إقامة الصلاة شيء وأداء الصلاة شيء أداء الصلاة أن يتوضأ الإنسان وأن يقف باتجاه القبلة وأن يلبس ثوبا حلالا الشراءة المعروفة الفقهية للصلاة التي يعرفها المؤمنون هذا أداء للصلاة وليس إقامة للصلاة إقامة الصلاة أن تبدأ أولا في جوارحه وجوانحه أن يعيش الولاية والبراءة في جوارحه وجوانحه وأن ينفذها عمليا بقدر ما يتمكن في دائرة رعيته وولايته هذا هو معنى إقامة الصلاة إقامة الصلاة هو تحقيق معنى الولاية والبراءة في المستوى الأول في مستوى الجوارح والجوانح والمستوى الثاني ما يستطيع أن ينفذه عمليا في الواقع المحيط به في دائرة مسؤوليته ورعيته هذه الدائرة التي سيسأل عنها قفوهم أنهم مسؤولون والأئمة يقسمون بأن هذه الآية في ولاية علي يسألون عن ولاية علي عن ولايتهم عن ولاية هؤلاء الذين نخاطبهم ونزورهم بهذه الزيارة هذا معنى من معاني الصلاة الصلاة أيضا من معانيها هي رسالة النبي دين النبي صلاة النبي في رسالته صلاة الإمام في إمامته كما قلت قبل قليل بأنه ما من مؤمن إلا وله دائر من المسؤولية والرعية مسؤولية النبي الخاتم مسؤولية الإمام المعصوم في كل طبقة من طبقات الوجود وهذا نحو أجلى وأوضح من إقامة الصلاة إقامة الصلاة الحقيقية في معناها الأسماء هو صلتهم بين الله وبين العباد لذلك قال سيد الأوصياء أنا الصلاة قال أنا الصلاة هو الصلة بين الله وبين العباد وأقمتم الصلاة وهذا المعنى الأجلى والأكمل وهذه المعاني موجودة في كل العبارات كل العبارات يمكنكم أن تفهموها وفقا لهذا الذوق لهذا البعد هذه العبارات نحن نخاطب بها أهل البيت لكن لا بد أن يكون الفهم وفقا لموازين أهل البيت لا هكذا بحسب الأمزجة وبحسب الرغبة وبحسب التذوق الشخصي لا بد أن يكون الفهم مستندا إلى موازين وقواعد الكتاب والعترة أكرر دائما إذا خرجنا من باب الكتاب فإننا ندخل في ساحة العترة وإذا خرجنا من باب العترة فإننا ندخل في ساحة الكتاب ولن نخرج عن هاتين الساحتين نحن نتقلب بين الكتاب والعترة ولا جاء ذلك اليوم قسم الله أعمارنا قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي نغادر فيه الكتاب إلى غير العترة أو نغادر فيه العترة إلى غير الكتاب ذلك يوم أسود اليوم المنير واليوم المشرق هو اليوم الذي يبقى فيه الإنسان جوالا صوالا رائحا غاديا بين الكتاب والعترة فمن الكتاب إلى العترة ومن العترة إلى الكتاب نتمسك بهما معا كما وصانا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر